السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة الثالثة من كتابة إنجليزية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول وبالمبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بدرسنا لليوم والذي سيتحدث عن وقبل أن أبدأ بشرح الدرس سأضع لكم أهداف هذا الدرس أهداف الدرس علينا أن نكتب قراراتنا ووعودنا الخاصة التي سننجزها في المستقبل علينا أن نجب على أسئلة النص الاستماعي أيضا علينا أن نقرأ الكلمات التي لا تشدد عند نطقها علينا أن نسأل ونجب على أسئلة المحادثة نبدأ درسنا بـ أكتب ثلاث أشياء تريد أن تغيرها أو تطورها في حياتك وقارن أفكارك مع صديقك هنا أمثلة هنا وانت هي اختصار لـ أي أنا سوف لن أستخدم هاتف الذكي كثيرا سوف أبدأ بالتمارين سوف أذاكر أكثر إذن هنا استخدمنا زمن الفيوتر المستقبل استخدمنا كلمة will في الإثبات ووانت في النفي ننتقل إلى نمبر 5 أي الاستماع استمع إلى كلام المدير في حفل التخرج وأكمل هذا الجدول عن هؤلاء الطلاب الأربعة ماضيهم ومستقبلهم سنستمع الآن ونكمل الجدول اليوم هو اليوم مهم جدًا لكم يقرر الآن الأمر من المدير في حفل التخرج ومعه من المدير في حفل التخرج من هنا بعض منكم سترسل إلى المدير وعضهم ستبدأ عمل عمل أعرفكم في حفل التخرج وعضهم منكم أعرفكم في حفل التخرج عندما كنت أصدق 6 عام إبراهيم الأنازي أعرفكم في حفل التخرج سيد اليومي سيدني أعرفكم في حفل التخرج أعرفكم في حفل التخرج إذن ما قاله المدير عن ماضي إبراهيم كان متسابق للجري جيد في سباقات المدرسة وعن مستقبله سوف يصبح معلم للتربية البدنية أما بالنسبة لستيفن أنه كان الرئيس في فريق المناقشة وكان جيداً في الدفاع عن آرائه سوف يصبح محامي أما بالنسبة لسعيد لديه عقل علمي رائع قال عنه أنه سيصبح باحث علمي أما بالنسبة للجيم قام بجمع الأموال والعمل لأسباب جيدة سوف يصبح أخصائي اجتماعي ننتقل إلى number six pronunciation التهجئة listen استمع note the words that are usually not stressed لاحظ الكلمات التي لا يشدد عند نطقها then practice وبعد ذلك تمرن عليها أعلى أعلى in a century and young and old can cars can fly two nine to five was it was common of اقرأ النص عن جولز مرة أخرى وابحث عن الجمل التي تجتمل على هذه الأحرف والكلمات حاول أن تقرأ هذه الجمل بدون أن تشدد في نطقك لهذه الكلمات ننتقل إلى number seven about you انت وصديقك اسألوا وأجيبوا على هذه الأسئلة وبعد ذلك تبادروا الأدوار هل تؤمن بأن الناس يمكنهم أن يتوقعوا ما الذي سيحصل في المستقبل؟ وضح ذلك ممكن أن نقول وضح ذلك هل تعرف أي من التوقعات أصبحت حقيقة؟ وضح ذلك إذن هناك مباني ناطحات السحاب أي المرتفعة جدا والقطارات السريعة والسيارات التي تعمل بالبترول وأيضا الصواريخ والغواصات جميعها توقعات أصبحت حقيقة ما هي التغيرات التي تتوقعها بعد خمسون عاما؟ سيكون هناك الكثير من المنازل الذكية روبوتات تقوم بالأعمال المنزلية وما سيكون هناك سيارات تطير ماذا تعتقد أنه يمكنك أن تفعله خلال العشرين سنة من الآن؟ سوف أبدأ بالبحث عن أشياء تجعل حياتي أسهل وممتعة أكثر ما هي أنواع البرامج التلفزيونية التي سيشاهدها الناس خلال خمسون عاما القادمة؟ سيختلف الموضوع بعض الناس سوف يشاهدون برامج تعليمية والبعض الآخر سيشاهدون برامج ترفيهية كيف ستكون المدارس والتعليم خلال عشرون عام القادمة؟ ربما لن يكون هناك معلمين سيتعلم الطلاب عبر أجهزتهم عن طريق الأونلاين ننتقل إلى number eight conversation المحادثة find and underline some of the words you practiced in the pronunciation section ابحث وضع خطا تحت الكلمات التي تمرنت عليها في قسم التهجئة practice reading the conversation in pairs وتمرن على قراءة هذه المحادثة أنت وصديقك هنا المحادثة دارت ما بين reporter المراسل وما بين engineer المهندس قال reporter would you tell us about the new intelligent home of the future certainly أي بالطبع لنرى معناها عبارة certainly used to say yes تستخدم لأن نقول نعم the concept of intelligent buildings is to monitor and optimize lightning, security, ventilation, heating, audio visual and entertainment systems and so on إذن مفهوم المنازل الذكية هي للمراقبة والتحكم بالإضاءة وجهاز الأمن وجهاز التهوية والتدفئة والأجهزة الصوتية المرئية وأجهزة الترفيه وغيرها it's an integrated household system that will make people's lives easier إنها أنظمة منزلية متكاملة والتي تجعل حياة الناس أسهل قال المراسل how will the house actually function كيف يعمل هذا المنزل رد المهندس when you arrive at the front door you won't need a key عندما تصل للباب الأمامي فأنت لن تحتاج المفتاح the door will open with a touch of your finger لأن الباب سوف يفتح بلمسة من إصبعك the system will recognize your finger print النظام سوف يتعرف على بصمة إصبعك قال له الريبورتر what happens after I enter the house ما الذي سيحصل بعد أن أدخل المنزل رد الإنجينير the lights will come on if it's night الإضاءة سوف تشعل إن كان ليلا the climate control will be activated وجهاز التحكم بالجو سوف يعمل and surround sound will automatically play your favorite radio station وأجهزة الصوت سوف تشغل automatically محطة الراديو المفضلة لديك قال له الريبورتر what special facilities will there be in the kitchen ما هي المميزات والتسهيلات الخاصة التي سوف تكون في المطبخ رد الإنجينير you'll be able to call your refrigerator when you're at the supermarket and find out how much milk there is or how many eggs you have left سوف يكون بإمكانك أن تتواصل مع الثلاجة عندما تكون في السوبرماركت وتعرف كمية الحليب الموجودة وكم بيضة بقيت قال الريبورتر that's wonderful هذا رائع what about the housework ماذا عن الأعمال المنزلية I hate doing that لأنني أكره الأعمال المنزلية رد الإنجينير وقال the house will come equipped with a robot that will do the cleaning the washing and the cooking هذا المنزل سوف يكون مجهز بروبوت وهو الرجل الآلي الذي سيقوم بأعمال التنظيف وأعمال الغسيل وأعمال الطبخ أيضاً قال الريبورتر المراسل no kidding لا أنت تمزح ماذا تعني هذه العبارة هي تعبر عن المفاجأة وفي هذه الحالة فهي مفاجأة سعيدة Can I buy the robot without the house؟ هل يمكنني شراء الرجل الآلي بدون المنزل؟ ننتقل إلى about the conversation أي الأسئلة التي تخص هذه المحادثة in pairs ما الذي سيحصل بعد أن يدخل الشخص إلى المنزل؟ when someone enters the house when someone enters the house, the lights will come on at night about the things in it المنزل الذكي الذي تود أن تحصل عليه في يوم من الأيام write sentences about the intelligent features and how they work اكتب جملاً عن المميزات الذكية التي تتضمن هذا المنزل وكيف تعمل هذه المميزات والآن وصلت إلى نهاية شرح هذا الدرس ونهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكراً